في هذه الخيمة تعددت المنتجات اليدوية للمرأة بوادي حظرموت بين الملابس والمأكلات الشعبية والعطور وغيرها من المنتجات المحلية وهو ما برز دور المرأة على الإنجاز وإظهار مهاراتها وقدراتها الإبداعية وتحفيزها على الاعتماد على مصدر الدخل الذاتي طبعا نقيم هذه الفعالية اللي هو فعالية المعرض الترويجي الرابع تحت شعار كوني جوهرة طبعا عدد المشاركات في هذا المعرض تقريبا 150 مشاركة من مديريات سيئون وتريم والقطن طبعا الهدف من المعرض هو إتاحة الفرصة للمرأة للترويج عن منتجاتها وعرضها وكذلك دمجها في السوق المحلي ومساعدة الأسرة يعد هذا المعرض الرابع الذي يقيمه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حظرموت والذي يتزامن مع اليوم العالم للمرأة وعيد الأم حيث شكل نموذجا للمرأة اليمنية في تمكين أسرته اقتصاديا وتحسين وضعها المادي من خلال امتلاكها مشاريع تنموية وإنتاجية يكفيها لسد احتياجاتها ويلبي طلباتها معرض رائع جدا للنساء ودعمهم خاصة في الشهر هذا الخاص بالنساء وتوجههم رسوق العمل وندعي المنظمات بدعم هذا المشاريع أكثر للنساء عشان يكونوا رافض للإقتصاد وإن شاء الله ويكونوا يشوفهم في مصافي للسيدات الأعمال المعرض أعطى فرصة لكثير من النازحات من المحافظات الأخرى أن يعرضن منتجات الشعبية وهو ما أعطى صورة كافية على المشغولات اليدوية اليمنية وإبراز التنوع في المطبخ اليمني حيث طالبنا هؤلاء على فتح أسواق دائمة لعرض منتجاتهم طوال العام تمكيل المرأة اقتصاديا أصبح ضرورة ملحة في مجتمعاتنا المحلية حيث أن كثير من النساء الأرامل والمطلقات عاجزات على توفير احتياجات اليومية في ظل الارتفاعات المستمرة للأسعار وعدم استقرار العملة المحلية فهم بارماده قناة سهيل سيئون